لازم تبقى فاهم انه طبيعة الدور المصري جزء منها هي الجزء الانساني جزء منها هي جزء الحقوق بتاعة الشعب الفلسطيني في ارضه جزء منها هي الرفض الكامل لتصبيط القضية جزء منها هي الرفض الكامل للتهجير القصري او الطوعي خد بالك بقى القصري او الطوعي يعني ما تمارسش عليهم مجموعة من السياسات والاجراءات حتى يقرروا طوعا انهم ياخدوا بعضهم ويسافروا ابدا جزء منها هي قضية الامن القومي المصري بامتياز تبتتكلم على الدولة الاقرب من حسن جغرافيا والتاريخ بل والعلاقات الانسانية ايضا حلو؟ تمام هل هذا الكيام بهذه الاجراءات وهذه الممارسات على الاراضي الفلسطينية المحتلة يهدد الامن القومي المصري قولا واحدا طبعا طيب الى اي مدى؟ الى مدى اكبر بكتير مما سبق الى مدى اكبر بكتير مما؟ اكتر من العمل وابل كده ده احنا دخلنا معا حروب يعني احنا دخلنا 48 ودخلنا 56 ودخلنا 67 ودخلنا حرب الاستنزاف ودخلنا 73 بالانتصار خمس جوالات ما بيننا وما بينهم انتهت بانتصار مؤذر لجمهورية مصر العربية انتصار مؤذر بيدي القوات المسلحة المصرية طب طب وكده يوسف يبقى الناس دي حاولت تحتلنا قبل كده واحنا حررنا الارض وصح هو دلوقتي بيعمل ايه؟ ده هو دلوقتي بيصفي الارض يريد محو اي وجود عربي من الاراضي الفلسطينية المحو الكامل